موسيقى الدكتور مصطفى الوداري أخي الصائف طيب البطني وطيب المسنين الكمامات اللي سمحتي كي نجوج أنواع دي الكمامات كي الكمامة اللي معروفة ديال البافيت شيريورجيكال هي تشكل هدا هدي كي ديروها فكا تلقون في المسشفايات كي ديروها ربما الناس اللي تتصابوا بالفيروس نقدروا نديرهم باش نقصوا شي شوية ولكن الناس اللي مصاب بالفيروس الكورونا لكن من كانت تكلموا على الناس اللي عندهم اكتصال بهاد مرضى اللي عندهم كورونا فيروس أو الناس اللي كي شغلوا في المسشفايات أطباء أو مماريدين كي نوع آخر من المسك يتسمى FFP2 نوع خاص من هاد المسك هادو اللي يخسن زي اللي عرفوا أن المدة صلاحية ديالهم ثلاث ساعات فقط يماشي بدنا كامل ثلاث ساعات وكي تبدلوا بواحد ماسك واحد أخو فالناس اللي يخسوم يستعملوا ديال ماسك الناس اللي كي شغلوا في قطاع الصحي الناس اللي كانوا امتصاب بالشخص اللي يتصاب هاد المرات ماشي نديروا الشارع بقى انتصابوا بهم أو في العمل دياله باشي خلقوا واحد لحالة ديال الهلع ديال الخوف عال الناس اللي ما عنداش ضورة سا سراريان الانسان يخد احتاط دياله باش ما يدوسش الو فيروس كيفما كانوا الو فيروس ميجي انسان كي اعتص فا ايدي ميجي عندو انسان منديل باش يدير المنديل باش ما يوصلش الو فيروس غير باش الاشارة ان هاد الفيروس كيدوز من شخص الى اخر فواحد مسافة ديال متر يعني وخص شخص مصاب بالمرض وبعيد عيب ثلاثة متر او جميته وما غديش يصابني خاص المسافة ديال متر او قل هاد كيدوز الفيروس مسألة خصوصية اخرى مهمة ان الفيروس غن نعتص انا لقد ظلم مصاب بالمرض وعتص فواحد مكان معين هاداك الفيروس ها يقدر يبقى عيش تناش الساعة ديال المدد ديال وما كيموتش تناش الساعة واعيش فهداوا الخصوصية ديالك الفيروس برابور او زوتر فيروس لمعروفين ديالك اشتركوا في القناة